سلام أنا رون مقطع جديد وقصة جديدة يلا نبدأ أنا معلمة في مدينة الرياض وأداوم في حي بعيد عن بيتنا اللي صار إن السنة اللي فاتت كنت رقبة مع السواق راجع لبيت وجالسة كذا أطالع في اللي رايح واللي راجع وأطالع في خط السر مرة يمشي ومرة يوقف من الزحمة وأجلس أطالع كذا اللي ألاقي رجال ماشي في الخط ومتلطب كذا من الحر وماشي رجلية وجاي أبغى يقطع الطريق وهو ماشي بيقطع للسيارة اللي قدامنا دعسة بنزين وصدم الرجال هذا لكن الحمد لله ما كان في إصابة وكانت الإصابة خفيفة لدرجة الرجال المتلطم هذا قام وكان بيمشي خلاص عادي لكن صاحب السيارة لزم على إلا يركب معه ويودي للمستشفى عشان يطمن عليه وأنا أمتكي في الباص جالسة أراقي بالحدث كذا بتفاصيله المهم الرجال ركب مع الراع السيارة اللي صدموا ومشيوا وإحنا وراهم بالضبط مباشرة وهما ماشيين شفت آيفون طايح مكان الرجال قلت للباص وقف وقف ونزلت روح جبت الجوال ورجعت قلت بخلي جواله معايا لني قدو يتصل عليه وفعلا أخذت جواله وشحنته بالبطارية عشان ما يكثل المهم رجعت البيت وتغدت اللي عليها بالخير شوية لجوال الرجال قاعد يدق وفعلا أخذت وردت قلت ألو حسيت صوته متفاجأ جالس يقول اشجاب جوالي في يد حرمة قال لي لو سمحتي أنا صاحب الجوال قلت يوي والحمد الله على سلامتك قال لي الله سلمك اش عرفك اش دراك قلت كنت في السيارة ورا السيارة اللي صدمتك وشفتك لما جوالك طاح وانزلت واخذته قال الله يعطيك العافية واجزاك خير ممكن توصفيلي فين بيتكم عشان أبغى أجي وأخذ الجوال قلت له لا اليوم خميس خذ جوالك يوم الأحد من حارس المدرسة تعال عند المدرسة خذ جوالك أما عنوان بيتنا اسمح لي ما قدر اديك هو قال لي ليه قلت بس ما بغى مشاكل مع أخواني بجلسوني خاصموني وهوشوني ليش نزلت اخدت الجوال واش لقى فيكم من دا الكلام الله يرحم والديك يعفيني قال بس الجوال احيانا يهنك لو طفى اش عاد يجيبك اعطيني رقمك قلت ما تحتاج رقمي انت عطيني الباسبر تبع جوالك وذا طفى انا بفتحه قال لا 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 جعلك ما تفتحينه ولا تشوفين اللي فيه لا لا خصوصياتي لا لو سمحتي وصدقيني لو فتحتيه بتكسرينه قلت له اسمح اسمح خلاص لو هنك جوالك تلاقي يوم الاحد الساعة ثمانية عند الحارس مدرسة الفلانية خلاص وانتهينا وديته اسم المدرسة واسم الحارس وانا جلست خميس وجمعة وسبت كذا مقابلة الجوال وجالسة اقرأ رسائل الواتس اللي شعرت طب ما مقدر اقراها كاملة بس اقراها كذا من الشاشة الرئيسية تبع الجوال وتيجي فيها رسائل وينك يا بيبي وكلام مدري كيف قايل ونستقرام وسنابشات وتويتر كذا بس اشعارات ورا بعض كني قاعدة اتفرج على اشياءة بداية ما في الا قوة سوالف حتى في الوين كنت ما بغى اطلع خلاص انا مستمتعة قدام الجوال ويجي يوم الجمعة وانا اطلع للسوق واخلي جوال الرجال على تسريحتي وطلعت واروح واشتري كافر الجوال الولد كافر بيك القيمة فخم اسود كذا رجالي ما اشتريتها النفسي خروفة فانك بسرعة الان ترجعين البيت بسرعة قلت بسم الله خير ايش صاير قال الان تحضرين هنا في البيت سريع انا جلست افكر ايش الموضوع اللي يخليك كذا اخويا يعصب شف بالي شي واحد ان احد ميت وما يبا يفجعني يبا يخرشني كذا عشان ارجع البيت بسرعة واجلس اتصل على اخواتي كلكم خير في شي في حاجة كلهم يقولون ما في حاجة الوضع كويس يعني وادخل البيت اللي اخويا في غرفتي وماسك جوال الولد ويطالع فيني يقول ايش هادا قلت جوال قال المين قلت هادا الدعصة انت ليش وقفت رحين اهدهدى خفت يجيني مخمس قلت له السال فكيت وكيت وكيت قال لي ليش ما قلتيلي قلت لني عارف انا ردت فعلك بتكون كذا قال يلا بسرعة دق عليه خلي يجي ياخد جواله يدي بيد مني قلت ايش كيف ما كيف ما عرف رقم ثاني له هذا جواله هنا وشريحته هنا كيف ادق عليه قلت له خلاص هو بياخد جواله يوم الاحد من عند الحارس قال لي وليش تكلمينه قلت ما كلمته هو اللي كلمني هو دق على جواله انا بس رديت وجاني هواش يا جماعة الخير اللي اسمحهم يقول انهم لقوا الرجاله بكبره في غرفتي مو جواله يعني ماني عارفين الواحد ما يسوي معروف المهم بعد ما نشف ريقي اخوي اخيرا فهم الموضوع وخلي الجوال عندي وطلع وجاء يوم الاحد واخيرا واخذ الجوال واوديه عند الحارس واوصيه اسمع ترى بيجيك واحد اسمه فلان بن فلان بيجيك اعطيه دالجوال لا تنسى ويوم جات الساعة ثمانية الا التليفون المكتب يدق قالو قالو فلانة تعالي كلمي واروح اكلم مش السالفة وارد الا طلع راع الجوال يتشكرني ويقول ما قصرتي والله يديك العافية والله انك كف وذيبة قلت الله يسلمك ويجبر بخاطرك والله كنت بندفن في الحوش بسبت جوالك شافوا اخوي عندي ويالله يالله فهم الموضوع هو جلس يضحك والقى المديرة والاداريات تسألوني ايش السالفة واشلس اعلمهم يعني بعد السالفة دي اللي صارت بشهر ونص شوية للمديرة تستدعيني في مكتبها وتقول لي فلانة تعالي ابغاه وانا انزل لها واول ما دخلت لات ادخلي وسكري الباب وفعلا دخلت وسكرت الباب وجلست تقول لي يا فلانة البارح اتصل علي واحد اخذ رقمي من عند الحارس اتصل عليها بعد المغرب وانا جالسة بين زوجي وعيالي انا احس ابو ابو واحدة من الطالبات لكنه قال لي الموضوع ابدا ما يخص الطالبات ابغاكي في موضوع خاص شوية وانا قفلت في وجهه وارسلت له قلت له ما تتصل علي اوانا في بيتي تكلمني بس على تليفون المدرسة قام ارسلي على الواتس قال الموضوع يخص واحدة من معلماتك المعلمة فلانة ابغا اشوف كيف اخلاقها وكيف سمعتها وهل هي مرتبطة او لا وهو ناوي حتى يتقدم لك قام يسألني كمان عن شكلك اذا كان مقبول او لا قلت مين هذا قالت صاحب الجوال اللي اشترت له كفر قلت والله لو داريك كان اشترت له مع الكفر عطر كمان اش قلت له قالت قلت له انا ما اقدر اعطيك بيانات موظفة عندي ولو سمحت انا مديرة ماني خطابة وسكيت وبلوك وانا انقهر وانغبن قلت لها ليش ليش واستاذة ما ليش تقطعي الرزق شبيني وبيني كان ها يلا يلا صرفي تصرفي فكي فكي الحضر فكي قولي له موافقة 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 قالت اصبري 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 لانا اخره اسبوع لا يقول عوانس متشفقات على الزواج اصبري افقل زين تاري قتلى بنت ناس خليه افقل بعدين خلصينا بس الحين الحين فكي الحضر وقولي له اني رحمتك وخلاص بعطيك رقمه وتفاهم معاها قالت اسمعي لا يلعب عليك ليكون نصاب اخر الاسبوع بشيل عن الحضر وبقول اني فكرت في موضوعك ووافقت تكون وسيط بينكم اذا انت فعلا جاد وبتروح تخطب راحت استاذة مهو وكلمته وقالت له عني وعن اخلاقي الرفيعة طبعا وانجازي في العمل يعني كنا تقييم وظيف الله يهديا تحمس الرجال وجاء خطبني من اهلي وكالعادة يا سعادة اهلي قلب وعليه من وين جبتيه من وين عرفتيه يلي فيك ما فيك لا 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 طبعا تعرفون الكلام وانا وضعية يا سامية انا اش دخلني رزقي وجالة عندي اهو ماني عارف انا اش دخلني انا والله بريئة واخيرا وبعد تتنيح فهمه موضوع الرجال انه راعي الجوال ومدريه وليجا اخذه من المدرسة وانه هو جاي من باب المدرسة يعني اهمشي انه جاي من الباب باب مدرسة باب بيت باب ملحق باب والسلام وان المديرة هي الوسط وما بيننا اي علاقة اثمة لا الو ولا هلو انتهينا واخيرا كتبنا الكتاب وتملكنا واتزوجنا واخواني لين دحين ما بلعوا يحسوننا وراه انه ما هم متقبلين انه جاي من بره بلفه شوية عادي لين دحين ما سألتوا عن رقم السري ولا عنديك لتقوله وينك يا بيبي وعايشين في هدوء وسلام الحمد الله وبس الهين يكو وصلنا لنهاية فيديو اليوم اذا جابكم المقطع لا تنسوا تضغطونا على الزر اللايك وتشتركونا في القناة كم معاكم رون سلام اشتركونا في القناة